أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعين الذين اتبعوك وجاعين الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناسرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتموه عليك من الآيات والذكر الخكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من دراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عنيم بالمفسدين فإن تولوا فإن الله عنيم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من تون الله فإن تولوا فقولوا لا نشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تخاجون في إبراهيم وما أنزنت التوراة والإنجيل إلا من بعثه أفلا تعقنون ها أنتم هؤلاء خاججتم فيما لكم به علم فلم تخاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نسرانيا ولكن كان خنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين واتت الطائفة من أهل الكتاب لو يدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالفاطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزن عن الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك الإخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من تون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْتَ إِذْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخْذَ اللَّهُ مِيْفَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسْدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَنَتَنْسُرُنَّهِ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّا بُعْتَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِنَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِنَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبدغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما قفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقا وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أزمعين خالدين فيها لا يخففوا عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْتَاتُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وأولئك هم الضالون وأولئك هم الضالون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَخَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَنِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاسِرِينَ صدق الله العظيم